ببارات مبارحة أكيد طبعاً ناس كلها زعلانة وليفتا دي كان جميلة جداً بداية رحلة العالمية في أدغال القرى الإفريقية نحو السلاسية التاريخية اللافتة كانت مهمة جداً من جماهير النادي الأهلي وطبعاً الكل بيتكلم على فكرة انت آه كسبت 12 دوري أبطال إفريقيا بس ما فيش في مرة عملت السلاسية التاريخية يعني كسبت البطولة 3 مرات متتالية يعني في 2005-2006 كسبتها خسرتها في 2007 بفعل فعل الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون 2012-2013 كسبتها خرقت للأسف في 2014 2020-21 كسبتها جت الموقع الشهيرة والجواب اللي فدل مستخب في الدرج في اتحاد الكورة والمطشي نهاية 22-22 ما تلعبش للأسف تبقى للوايح الكافة أرض محيدة وللأسف المباراة قيمت في المغرب وأكيد فقدت كل الفير بيلي شعار الفيفا والآه لخسر السلاسية التاريخية في بداية هذه الفترة وبالتالي عندك فرصة بعدما كسبت 23 وكسبت 24 إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا في 25 ويكون تتويج مهم جدا لدور أبطال إفريقيا الكلام الناس كلها بتتكلم على فكرة نكسب 4 نكسب 5 كويس بس ما ينفعش يدخل في مرمى الأهلي هدفين في القاهرة تلسى عندك مباريات بره وبعدين كمان النقطة التانية انت جاي من فترة كلينشيت من البطولة اللي فاتت لعب أكتر من حوالي 12-14 مباراة ما دخلش مرمىك ولا هدف فكان فكرة إنك تحتفظ بالأرقام القياسية وتعدي لـ 22 أو 23 مباراة في دور الأبطال أو في المسابقات الإفريقية كلينشيت ده كان يباركها مهم جدا ولكن للأسف دخل إمباراة هدفين ولكن عموما برضو الأهلي لسه محفظ على رقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية وعدم الخسارة في دور الأبطال منذ آخر خسارة كانت أمام سانداونز في العام قبل الماضي فنتمنى يا رب بإذن الله النادي الأهلي يقدر يستمر على نازل الأرقام القياسية في العام الحالي ترجمة نانسي قنقر